اشتركوا في القناة ده سؤال حالة المعرضة ونسمى إجابات حضراتكم في التعليقات قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة فجل الناس في غفلة مما هوات إلا من رحم رب الأرض والسماوات فلو سألتك أنت فاكر السنة اللي فاتت زي اليومين دول هتقول لي سبحان الله عدت بسرعة كأنها أيام قليلة بعض الأيام الصغيرة لو أخبرتك أتتذكر الجمعة الماضية زي النهاردة مثلا إسبوع هتقول لي سبحان الله أنها مضت منذ سويعات قليلة فالأعمار تجري والأيام تمر والأشهر تجري خلفها وتسحب معها السنين وتجل خلفها الأعمار أرحم تدفع وأرض تبلع نساء يلدن في كل ساعة فوق هذه الأرض وأناس يقبرون في قبورهم في باطن هذه اللحظة أفراتنا هذه الأرض وسوف تأتي اللحظة التي يتوقف فيها الوجود الإنساني كله ستتطفئ نجوم السماء وتجف العين والآبار وتتوقف حركة المحيطات والأنهار كي يقف الجميع بين يدي العزيز القهار قال الله عز وجل يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار فساعتك أنا تبدأ بموتي وساعتك أنت تبدأ بموتك وقيامتي تبدأ بموتي وقيامتك تبدأ بموتك وقد بيّننا المولى عز وجل الغاية التي من أجلها خلقنا هذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن والسماوات والأرض والجنة والنار وارسل الأنبياء والرسل وأنزل الصحف والكتب لماذا؟ كي يفرد الخلق الحق بالعبودية والألوهية قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا عبد الله ما الدنيا إلا بوتكة اختبار ودار امتحان وابتلاء الدنيا مزرعة تزرع فيها ما تحصده يوم القيامة فما زرعته من خير تحصده يوم القيامة خيرا وما زرعته فيها من شر تحصده يوم القيامة شر قال تعالى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء فمهما طالت الدنيا فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة فمهما طال الليل لابد من تلوع الفجر ومهما طال العمر لابد من دخول القبر الكل سيموت سيموت الصغير وسيموت الكبير سيموت الغني وسيموت الفقير سيموت الشريف وسيموت الجبان سيموت الصالح وسيموت الطالح سيموت المعتز بعقل ذات الموحد لله ويموت المتزلل للعباد الكل سيموت اقترب للناس حسابهم مستني ايه اعمل ايه مولانا توب مستني ايه توب توب يا أمي أنت وأختي وبنتي و توب يا ابني و توب يا أبويا و توب يا أخويا توب إلى الله عز وجل ما نزل البلاء في أرض إلا بشؤم معصية أهلها كفاية اللي احنا فيه والله بشؤم معصيتنا قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس و قال الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أسأل الله أن يتوب علي و عليكم و أن يرزقنا و إياكم قبل الموت توبة و عند الموت شهادة و بعد الموت جنة معينة أحبكم في الله و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و صلى الله لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر